الغطس ده ممكن تقولي النهاردة لو انت دلوقتي عام عبدالله او هير رولند مش كده بتعمل دعاية في العالم وفي الالمانيا للغطس في مصر ميزاته ايه تختلف عن الغطس في ايه دولة في العالم ايه ايه الغطس في البحر الاحمر او الهاجة مش باقب من اوروبا كان اربع ساعات ونصب التيران دلوقتي خمستاش ستاشا ساعة الاسميك 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 ما تلاقيش في الدنيا خالص يعني اكمل جمال البحر الاحمر اكمل مكان البحر الاحمر طب طب نسبة المصريين اللي بيحبوا الغطس طبعا قليلة بالنسبة الاجانب مش كده لا كترة خالص في الايام ده في السنين اللي فات اه بقيت موضع الناس تيجي من كاهرة في الصيف كان دعب مفاولة مع المصريين وياريت على كلمة بمصر التيران على المصريين اللي ايسين يقوا من كاهرة يخفوا العصار شوية عشان العصار من كاهرة على شرم تعيزها تكون اقل عشان الناس تيجي اكتر ولا عيزها اعلى الناس من مصر تيران يخف الاصار من المصريين ويعملوا دايركت من اوروبا على شرم ليه لايسم اوروبا كاهرة ويتقعد خمسة ستة ساعات في كاهرة والبادين على شرم عنا اندي الناس كتيرة عايزين ييقوا عشان يهبوا الغطسة ماية وبالبهر الاحمر بس مش عارفين ييقوا عشان اندوهم وقت اسبوع ويتشامن اسبوع دي يومين صفر ودا ما ما انفخش يعني اعملوا دايركت فلايتس من اوروبا للشرم والغرداء والحاجات دي اشتركوا في القناة